ليلة زفاف النجوم والمشاهير دائما بتكون ليلة والألف ليلة وليلة وسوف نستعرض لكم أجمل صور الفنانين في ليلة من أجمل ليالي العمر الصورة الأولى معنا للفنان حسين الإمام وزوجته الفنانة صح الرامي في ليلة العمر وقد تزوج بعض قصة حب كبيرة جمعت بينهما وأنجب خلال فترة زواجهم إثنان من الأبناء هم يوسف وسالم الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد وصورة جميلة لهم أثناء زواجهم وقد جمعت بينهما علاقة قوية خلال تعاونهم معا في أحد الأعمال الفنية وتم الزواج في عام 1983 وأنجب خلال فترة الزواج ابنهما الوحيد هيسم أحمد زكي الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس وزوجته السيدة لواحز المهلمي وتم الزواج بينهما في يوم 5 نوفمبر في عام 1943 واستمر زواجهم 47 سنة وانتهت هذه الزيجة برحيله في عام 1990 الفنانة شويقار وصورة جميلة لها مع زوجها الأول حسن نافع الجواهرجي وقد استمر هذا الزواج لمدة سنتين فقط حيث توفى بعد عامين من الزواج وأنجبت من هذه الزيجة ابنتها الوحيدة من نطلاء الفنان محمود عبدالعزيز وزوجته السيدة جيجي وقد تزواج في بداية فترة السمانينة وتمت هذه الزيجة بعد علاقة حب وصداقة كبيرة جمعت بينهما واستمر زواجهما لأكثر من 20 سنة وانتهت هذه الزيجة في عام 1998 وأنجب خلال فترة زواجهما اثنان من الأبناء هما الفنان محمد وكريم محمود عبدالعزيز ثم تزوج للمرة الثانية من الإعلامية بوسي شلبي واستمرت هذه الزيجة منذ عام 1998 وحتى وفاته في عام 2016 الفنانة لبنى عبدالعزيز وزوجها المنتج السينمائي رمسيس ناجيب وصورة جميلة من حفل زفافهم وكان يجبرها بأكثر من 20 سنة ولكن جمعت بينهما علاقة حب قوية أثناء تعاونهم معا في أحد الأعمال الفنية وتم الانفصال بينهما بعد فترة قصيرة من الزواج بسبب الغيرة الشديدة فكان يغير عليها جدا ويمنعها من العمل مع زملائها الفنانة سمية الألفي وفاروق الفشاوي وصورة جميلة لهم في بداية فترة زواجهم وقد تزواج في بداية فترة السمانينات وأنجب خلال زواجهما ابنيهما أحمد وعمر وبعد 15 عاما من الزواج تم الانفصال بينهم الفنانة نيلي وزوجها رجل الأعمال المصري خالد بركات وقد اعتزلت الفنانة نيلي التمثيل بعد زواجها من خالد بركات وصافرت معه إلى لندن وبعد عامين من الزواج تم الانفصال وكانت هذه الزيجة هي الزيجة السالسة في حياتها الفنانة معالي زايد وصورة جميلة لها من حفل زفافها والذي تم في عام 1993 الفنان صلاح منصور وصورة جميلة له من حفل زفافه وتم الزواج بينهما في بداية فترة الخمسينات واستمرت هذه الزيجة طيلة حياته إلى أن توفع فاروق الفشاوي وسهير رمزي ووالدتها الفنانة المعتزلة درية أحمد وصورة جميلة لهم أثناء زفافهم وتم الزواج بينهما في نهاية فترة التسعينات واستمرت هذه الزيجة خمس سنوات إلى أن تم الانفصال بينهما الفنانة تيسير فهمي وزوجها الدكتور أحمد أبو بكر وصورة جميلة لهم أثناء حفل الخطوبة وتم الزواج بينهما في بداية فترة السمانينات وما زالت هذه الزيجة مستمرة حتى الآن الفنانة هالة فؤاد وزوجها الخبير السياحي عز الدين بركات وكانت هذه الزيجة هي الزيجة الثانية في حياتها وأنجبت من هذه الزيجة ابنها الثاني رامي الفنان عبد المنعم إبراهيم وزوجته الفنانة كوسر العسل وصورة جميلة لهم أثناء زوجهم وتزوج في عام 1967 واستمرت هذه الزيجة عشرين عاما إلى أن توفى الفنان عبد المنعم إبراهيم الفنان عبد السلام النبولسي وزوجته السيدة جوريت وصورة جميلة لهم في بداية فترة زوجهم وتم الزواج بينهما في عام 1963 وتم الزواج بينهما في عام 1963 واستمر زواجهما خمس سنوات إلى أن توفى الفنان عبد السلام النبولسي في عام 1968 الفنانة سمية الألفي وزوجها المخرج جمال عبد الحميد وصورة جميلة لهم يمزوجن وكان المخرج جمال عبد الحميد هو الزوج السالس للفنانة سمية الألفي فكانت الزيجة الأولى لها من الفنان فيệu الفيشاوي ثم تزوجت للمرة الثانية من الملحن مودي الإمام والزيجة الثالثة هو المخرج جمال عبد الحميد أما الزوج الرابع في حياة الفنانة سمية الألفي كان الفنان متحط صالح ورغم زواج الفنانة سمية الألفي أكثر من مرة إلى أنها صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لم تحب في حياتها سوى والد أبنائها الفنان فاروق الفشاوي وأكدت أنه كان الحب الأول والأخير في حياتها وأنها ظلت تحبه حتى بعد الانفصال الكابتن سابت البطل حارس مرمى النادي الأهلي السابق وزوجته السيدة حنان حلمي وصورة جميلة لهم يمزوجهم ويعد سابت البطل من أفضل الحراس في تاريخ النادي الأهلي وقد رحل سابت البطل بعد صراع مع مرض السرطان في يوم 14 فبراير في عام 2005 وكان يبلغ من العمر عند رحيله 51 سنة الفنان سميرة سعيد وزوجها الملحن والموسيقار هانمهنة وصورة جميلة لهم يمزففهم وقد تزوج عام 1988 واستمرت هذه الزيجة حتى عام 1994 وتم الانفصال بينهما رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وصورة جميلة له يوم زفافه وتم الزواج بينهما في يوم 30 يوليو في عام 1982 الإعلامي عمر أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي وصورة جميلة لهما يوم زوجهم ولميس الحديدي هي الزوجة الثانية له وقد تزوج في عام 1999 وأنجب خلال زواجهم ابنه نور الدين أديب الفنان فؤاد المهندس وصورة جميلة له مع زوجته الأولى وأم أولاده أحمد ومحمد وتزوج منها في بداية فترة الخمسينات ثم تزوج للمرة الثانية من الفنانة شويقار وبعد زواجه من الفنانة شويقار لم ينفصل عن زوجته الأولى فكان زواجه منها مستمر الشحرور صباح وصورة جميلة لها مع زوجها الإعلامي أحمد فراج في بداية فترة زوجهم وتزوج في عام 1963 واستمرت هذه الزيجة لعدة سنوات وتم الانفصال بعد ذلك الفنان محمود المليجي وزوجته الفنانة الكبيرة علوية جميل وصورة جميلة لهم في بداية فترة زوجهم الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة وصورة جميلة لهم في بداية فترة زوجهم وقد تزوج بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما وذلك في عام 1970 واستمرت هذه الزيجة حتى رحيل الفنان محمود ياسين الفنان رجدي أبازة والفنانة صباح وصورة جميلة لهم يوم زوجهم ويعد زوجهم من أقصر الزيجات في ألوسط الفني فقد استمر لعدة أيام الفنانة لبنى عبد العزيز وصورة جميلة لها أثناء زواجها الثاني من الدكتور إسماعيل برادة وتم الزواج بينهما في عام 1965 وعاشت معه حياة زوجية سعيدة واستمر زواجهم 45 سنة وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هم سارة ومريم وقد ارتبطت به عاطفيا خلال عملها في الإزاعة وقد تحدثت لبنى عبد العزيز في أحد البرامج التلفزيونية عن زواجها من الدكتور إسماعيل برادة حيث تحدثت قائلة بعد أن قام بإعداد الموسيقى للبرنامج الإزاعي ركن الأطفال والذي كانت تقوم بتقديمه في الإزاعة قبل أن يتغير عنوانه ليصبح العملوله ولفت نظرها بثقافته الواسعة وإطلاعه المستمر وحبه الشديد للفن إضافة إلى أنه كان طبيبا ناجحا وإنسانا مهزبا للغاية ويتمتع بقدر كبير جدا من الأخلاق والإحترام وهجرت لبنى عبد العزيز معه إلى الولايات المتحدة في عام 1968 وقضت سلسين عاما في الولايات المتحدة وعادت إلى القاهرة مرة أخرى في عام 1998 الفنان أبو بكر عزة وزوجته الكاتبة كوسر هيكل وصورة جميلة لهما أثناء زفافهم وقد استمر زواج أبو بكر عزة من الكاتبة كوسر هيكل 41 سنة وانتهى زواجهما برحيله في يوم 27 فبراير في عام 2006 وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 72 سنة والفنان أبو بكر عزة قدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية ومن أبرز أعماله المسرحية مسرحية الدخول بالملابس الرسمية مع الفنانة سهير البابلي وإسعاد يونس رحم الله الفنان أبو بكر عزة رحمة واسع وأسكنه فسح جناته ورحم جميع النجوم الزمن الجميل وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر